لليوم الثاني تشهد مكاتب التصويت بكل من أنجولام وسونون ببوردو توافد أفراد الجالية لتأكيد حرصهم على الإدلاء بأصواتهم في هذه الرئاسيات الألهم نقوم بدورنا الانتخابي لأننا جزء من هذا البلد والجالية هذه كانت عندها دور وحضور وتلعب دور ثانية في التنمية وفي الاستثمار وفي كل شيء لقد انتخبت منذ قليل وبالنسبة لي هو شيء مهم جدا كمواطن جزائري من المهم أن يتوجه الشباب للانتخاب من أجل الجزائر هو واجب كبير ومهم جدا من أجل أبنائنا ومنتقبلهم كل الشعب الجزائري يضع ثقته في الرجل المناسب في المكان المناسب تنسيق محكم بين منذ بيت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ببوردو والمصالح القنصلية لضمان السير الحسن لعملية الاقتراع التي تتواصل إلى غاية السابع من سبتمبر استئناف العمل والتمدرس هنا بفرنسا لم يثني من عزيمة أبناء الجالية الوطنية من الإدلاء بأصواتهم من أجل الجزائر للتلفزيون الجزائري إلهام عشير بوردو شكرا